كيف تنظر لانعكسات التقارب الأخير بين تحالفي العزم والتقدم على واقع المحافظات المحررة خصوصا على مستوى التمثيل العملية السياسية ومؤسسات الدولة الحقيقة لا يوجد أي مواطن أو أي فرد من المكون ضمن المناطق المحررة أو غير المناطق المحررة لا يفرح ولا يختبط بما يحصل من تقارب بين كل المرشحين وكل الكتل والتحالفات الفائزة بالانتخابات الأخيرة هذا واقع حال الكل يعاني الكل لديه مشاكل كل المحافظات تعاني من مفقودين من مغيبين من كثير من الأمور من أعمار أعمار ربما من تعويضات للأعمار من إعادة النازحين الموجودين في الأقليم وفي بقية الدول لذلك أي تقارب هذا سيكون مفرحا ستكون له نتائج مستقبلية عظيمة جدا في هذا الموضوع التقارب الأخير بعد الشد والجذب ما قبل الانتخابات وهذا شيء لا يمكن إنكاره الكثير سمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر شاشات القنامات كيف كان أكون هناك شد وانقسام واضح في هذا المكون لكن بعد تحركات ربما الشيخ خميس الخنجر وتحركات وزياراته المثمرة شوف أنتجت أولا تحالف قوي هو تحالف العزم تحالف يضم سقور السنة يصل إلى 34 وربما هناك كلام كثير عن وصوله لحد عتبة الأربعين مرشح الفائز هذا أنطفى الدافع معنوي للجميع لكي يعلم أن هناك خطوات أخرى واثقة على الأرض ممكن أنه تخدم هذا المكون في الشراكة الحقيقية طيب سيد سرمد في النقطة ذاتها إلى أي مدى ربما يمكن أن يسهم التقارب بين القوى السنية في إعادة ربما المحافظة المحررة لمكانتها الحقيقية وشراكتها في إدارة الدولة يعني بداية لو بحسبة بسيطة إذا حسبنا المكون خلنا نترك الأرقام الخيالية خلنا نصل إلى 70 فرد من هذا المكون 70 مرشح فائز 70 نائب في البرلمان العراقي وبصوت واحد وبكتلة واحدة لا يوجد بينها أي تباعد في الرأي ثقي ستكون فعلا بداية الشراكة الحقيقية وليست المشاركة وهنا أريد أن أوضح الفرق بين الشراكة والمشاركة سابقا أغلب الكتل كانت فقط للمشاركة والحصول على المناصب والحصول على وزارات الحصول وهكذا يعني مشاركة خلاص هم مشاركين بالحكومة لكن عندما يكونون شركاء في اتخاذ القرار هنا ستكمن الفائدة الكبيرة في مثل هذه التحالفات يعني اليوم إذا البرلمان قرر أي قرار كان سواء يخص المكون أو غيره أو يخص العراق بصورة عامة ووجدوه مضررا ممكن أن يرفعوا أيديهم بالرفض وممكن إذا وجدوه شيئا إيجابيا يرفعوا أيديهم بالقبول 70 صوت لديهم القابلية على نقض أي قرار لديهم القابلية على الموافق على أي قرار أي كتلة أخرى تنضم لهم سيكون لهم صوتا مسموعا وشراكة حقيقية طيب هل تعتقد أن تقارب داخل البيت السني سيصهم ربما في تحفيز بقية الأطراف على اتخاذ خطوات مماثلة والإسراع بتشكيل الحكومة؟ يعني الكل تتمنى ذلك لكن لا ننسى أن الأمنيات شيء والواقع شيء آخر هناك انقسامات أخرى موجودة ليست داخل البيت السني الآن ربما بدأ ترميم البيت السني أسرع من بقية البيوتات سواء بقية المكون الشيعي ومكون الكري فاللاحظ بأنه ترميم هذا البيت بدأ سريعا ومتجه بخطوات واثقة نحو الأمام إذا ذهبنا المكون الشيعي لحد اللحظة هناك انسداد هذا ما ممكن أن هناك مشاكل بين الإطار وبين التيار الصدري مشاكل ربما يحاول الكثير أن يتجاوزها لكن على الأرض لم نجد حقيقة أخبار مفرحة التيار الصدري يصر على الأغلبية الوطنية الإطار يصر على التوافق إذن يجب أن يكون هناك قرار متخذ من كون الشيعي يعني بصراحة أهم منصب في البلاد هو منصب رئيس وزراء وهذا من حصة من كون الشيعي لذلك ترين السنة والكردة الآن ملتفتين إلى ترميم بيوتاتهم وترميم داخل المكونات والاتحاد والتحالفات من أجل أن يخرجوا بنظرة واحدة مع المكون الأكبر وهو المكون الشيعي شكرا الباحث في شأن السياسي سرمد البياتي كنت معنا مباشرة شكرا على توضيحاتك